ده فيديو يعني كل فطولة فيديو احنا بنحب الفيديو ده في التوقيت ده يعني انتو هتجدونا لا نختلف تماما مع الاعلامي عمر أديب لما يجي يتكلم ويوصف ما بعد خسائر الزمالك بنحب جدا تعليقاته وللأمانة الأهلوية كلهم بيستصغوها وبيحبوها أحيانا بيكون في بعض وجهات النظر ولكن طبعا أكيد يبقى الاحترام للجميع ولكن الفيديو ده محتاجين نروح ونسمعه وهو بيوصف حاجة من زاوية تانية زاوية المشجع الزمالكاون الاالي كسر ضربة البداية والاالي كسر نحسه النهاردة اعرف بقى لما الاالي بيكسر نحسه بعد كده بيجرى ايه ده ده نادي الحظ النار مش النهاردة لكن الاالي لما بيتفتح معها الحظ قول يا رحمن يا رحيم لو الزمالك عايز يبقى منافس حقيقي لازم مرة أخرى يعيد النظر في اللعيبة الجداد اللي جات يعيد النظر في تبني خطة جديدة يعيد النظر في سلوكيات اللعيبة يعيد النظر في حماس وحالة التراخي اللي كانت موجودة عند اللعيبة النهاردة ماتش وعدة يعني انا مش عايز اكبر الحكاية اكتر من كده انما لو هتكمل كده خلاص يعني بلاش بقى نتكلم في اي حاجة وعلى فاكرة ده ضعابة طبعا انا ما بحبش ماتشاط السوبر انا ما بعتبرش السوبر ده كاس مهم مش حاجة مهمة المهم يا الدور يا الكاس واللي احنا ناخده هو ده اللي اهم يعني فارس قبل ما يطلع الفيديو قال يعني هنروح للأستاذ عمرى قديم كمشجع زمالكاوي اللقطة الاخيرة واخر جملة اتقالت في الفيديو بتؤكد ان الأستاذ عمرى قديم مشجع زمالكاوي حتى مهما قال البعض ان هو مش مشجع ناس زمالك تاريخه اه اه بدعابة فهو عشان كده بنفكره بيها بالزبط فمباراة السوبر اللي كان فيها رقل الجزاء اهضرها الكابتن حسام غالي الأستاذ عمرى قديم بدأ الحلقة بتاعته بانه حد رماله قورة وقال لقينا قورة حسام غالي يا جماعة ما كان صبر يا أستاذ عمر لا هي البطولة مهمة وعجبني جدا ان انت عارف كويس ان الاهلي اللي لما فقط 3 بطولات محلية اتقال الاهلي منحوس ولما ياخد بطولة محلية يتقال الاهلي اتقصر نحسه وانتوا عارفين لو الاهلي اتقصر نحسه ايه اللي بيحصل بالزبط وده توافق مع كلام لاعبنا محمد مجدي افشا لما قال يا جماعة احنا لما بنغيب عن البطولات وبنرجع بنرجع بمنطال قوة وكل الناس عارفة كده ومش هنقبل غير بكده فاقبلها مننا أستاذ عمر دي بداية كده يعني كولر اللي قال انا جعان وعايز اكل بطولات اعتبره مسح زور كولر في بداية توليه المسؤولية لا انا عجبني جدا انه قال الاهلي رجع له حظه فخلاص واللي جاي واللي عيب عندنا مشاكل ولازم ناخد بالنا وفي الاخر قال بس هو ماتش وعدة بعد ايه بقى ولكن نتمنى ربنا يديم على الاهلوية افراحهم يا رب ونتمنى ان شاء الله اللي هي تكون بداية